بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص كل الناس تقريبا ألا وهو درجات الحماية الـ degrees of protection الـ IP والـ IK فيه ناس كتير جدا بتسأل يعني إيه عندي سواء كان لوحة كهربا سواء كان كشاف سواء كان أي سواء كان محول سواء كان محرك سواء كان أي ديفايس مكتوب عليه IP مثلا 67 أو IP 44 أو IP 55 IP ورقم وفيه ناس بتسأل إيه المعامل اللي هو IK يعني هلاقي IK03 على بعض الحاجات وأنا مش عارف يعني إيه IK IK05 IK09 الأرقام دي معناها إيه موضوعنا في الفيديو ده هنتكلم عن الفرق بين IB وتعريفاتهم وأنا بستفيد إيه من IB وال IK الخاص بالجهاز زي ما احنا شايفين IB تعريفه هو عبارة عن degree of protection provided against intrusion يعني إيه الكلام ده درجة الحماية ضد دخول الأجسام إلى هذا الدفايس هي اللي احنا بنسميها الـ IB سواء كانت الأجسام دي أجسام صلبة أو سائلة أو سواء يبقى أنا بأاخد جزء خاص بيه الأجسام الصلبة الصلد وجزء خاص بيه الليكود طيب مين بيعرف لي الـ IB وأقدر أشوف تعريف degree of protection الخاصة بالإنتروجن ده أنا بعرفه من خلال الـ IEC 60 529 يبقى أنا بعرف الكلام ده من خلال الكود IEC 60 529 هنشوف الكلام ده إن شاء الله على الـ BDF الخاص بالكود دلوقتي يبقى أنا تاني الـ IB تعريفه الحماية ضد دخول الأجسام الصلبة والسائلة ركزة باش مهندس الحماية ضد دخول الأجسام الصلبة والسائلة ده بتديله رمز IB أو بيسموه ingress protection طبعا ingress protection أو الـ IB أو فيه ناس بتسميه index protection ده الحماية ضد دخول الأجسام الصلبة والسائلة إلى داخل الدفايس الخاص بيه سبعا كان الدفايس ده مطور كشاف لوحة كهرباء أي دفايس زي ما قلنا بينطبق عليه أو التعريف بتاعه موجود داخل IEC 6529 ركز باش مهندس طيب أما الـ IK ده شباب الـ IK degree of protection degree of protection درجة الحماية أو في الإكيوب منت tool mechanical impact التأثير الميكانيكي يا شباب أنا بشوف التأثير الميكانيكي على المعدة من خلال IK من خلال الـ IK بعرف درجة حماية المعدة من التأثير الميكانيكي طيب ده أنا بقدر أشوفه من خلال الـ IEC 62 262 262 خلي بالك IEC أحفظ الرقم 62 262 262 بعرف منه تعريفات الـ IK أو الحماية أو درجة الحماية للمعدات من التأثير الميكانيكي طيب فيه ناس تقول لي طب تعال نشوف يعني إيه الحماية أو علامة الحماية العالمية ده احنا بنقول هو عبارة عن معيار الـ Degree of Protection ده عبارة عن معيار عالمي يستخدم فيه جميع الأجهزة الإلكترونية من أجل تقييم جودة وحساسية الجهاز ضد الغبار والماء وكذلك درجة الحرارة هو بيتكون من زوج من الأرقام بيتكون من رقمين يضاف إليهم حرف لتين في آخر الكود حيث لكل رقم ولكل كود دلالته يعني إيه؟ يعني أنا هبدأ أشوفه فيه عندي مثال ده Single 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 Induction Motor ده المنبلية الخاصة بموتور مكتوب على الـ IP 55 يبقى أنا دلوقتي عايز أعرف الرقم الأولاني اللي هو الخمسة الأولاني ده معناها إيه؟ والرقم الثاني ده معناها إيه؟ هنبدأ نشوف لو أنا مثلا عندي كشاف مكتوب عليه IP 44 فبيقول لي الرقم الأول الحماية من الأجسام الصلبة الحماية من الأجسام الصلبة الرقم الثاني الحماية ضد السوائل أو ضد الأجسام السائلة فأنا بأخذ الرقم الأول يبقى ده خاص بالصلب خاص بمين؟ بالصلب الأجسام الصلبة أربعة بروح للجدول تمام؟ ده لو كان IP بتاع محرك يبقى المحرك محمي ضد دخول الأجسام اللي هي الصلبة ذات قطرة أكبر من 1 ملي طب لو أقل من 1 ملي يبقى هيدخل داخل المحرك يبقى المحرك ده محمي عند الأربعة الأولانية معناها إن هو المحرك متأفل تمام؟ بحيث ما ينفعش يدخل أجسام صلبة تمام؟ أكبر من 1 ملي هتسألني طب يا بشمهندس لو أقل من 1 ملي لا يدخل جوا المحرك ده تمام؟ لو كان الرقم الأولاني أربعة طيب الرقم التاني أربعة دي معناها إيه؟ إن المحرك بيتحمل نقاط المية اللي بترشع عليه من أي اتجاه لأنه إحنا هنبدأ ندرس دلوقتي الدرجات بتاعة الحماية طيب ده بياخدني إن أنا لو خدت مثال تاني ومثال تالت ومثال رابع أعرف إزاي إن أنا لازم أبقى عارف لازم أبقى عارف القيم اللي أنا بأحمي عندها يعني إيه؟ يعني أنا عايز أعرف دلوقتي خلينا ناخد الرقم الأول يعني IB مثلا 65 يبقى الرقم الأول بعد IB اللي هو 6 والرقم الثاني اللي هو 5 طيب الرقم الأول حماية ضد الأجسام الصلبة اللي هي السلد الرقم الثاني حماية ضد الأجسام السائلة ركزي باش مهندس لو الرقم الأول 0 ضد الأجسام الصلبة يبقى المحول ده أو المحرك ده غير محمي لو الرقم ده واحد IB بعدها واحد مباشرة محمي ضد دخول الأجسام ذاته قطر قطر أكبر من 50 ملي طيب اللي أقل من 50 ملي لا هيدخل طيب أنا عايز أحميه بدرجة أكبر رح قال لك والله IB وبعدها 2 يبقى المحرك محمي ضد دخول أجسام غريبة ذاته قطر أكبر من كام 12 يبقى كان الرقم كام في الأول 50 ملي 50 ملي الاندكس بروتيكشن واحد طيب لما تكون 2 يبقى الحاجات الأكبر من 12 ملي لما تكون 3 ثلاثة الحاجات الأكبر من 2.5 ملي لما تكون أربعة الأجسام الأكبر من 1 ملي يبقى تاني عايزك تركز يا هندسة نحفظ لو IB واحد يبقى أكبر من 50 ملي مش هيدخل للمحرك 2 أكبر من 12 3 أكبر من 2.5 4 أكبر من 1 يبقى في عندي نحفظ مع بعض 50 12 2.5 1 طيب لو درجة الحماية الرقم اللي بعد الـ IB مباشرة اللي هو ضد الأجسام الصلبة كان 5 يبقى ده محمي ضد دخول الأتربة طيب لو كان 6 يبقى ده حماية كاملة من الأتربة اللي هي زرات الغبار الصغيرة تمام؟ غير مسموح لها أن هي تدخل لهذا المحرك يبقى احنا خلصنا الرقم الأول فيه عند ستة احتمالات من سفر لستة سبع احتمالات سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سفر يبقى بدون حماية واحد حماية أكبر من 50 ملي اتنين حماية أكبر من 12 ملي تلاتة حماية أكبر من 2.5 ملي اربعة حماية أكبر من 1 ملي طيب لو خمسة حماية ضد دخول الأتربة تمام؟ بس الزرات الصغيرة ممكن تدخل طيب لو حماية كاملة ضد دخول الأتربة يبقى ستة يبقى أنت يفضل لما أنت تكون في حاجات خارجية مثلا لوحات كهرباء أنا هركبها في الشارع تمام؟ أو هركبها خارج المبنى تمام؟ يبقى بالتالي عايز أعلى درجة حماية ضد الأجسام الصلبة لو كشاف بركبه خارجي يبقى عايز أعلى درجة حماية تمام؟ ضد الأجسام الصلبة لما يكون الأجسام خارجية أنا ما ينفعش يدخل تراب للجهاز بالمرة فبالتالي أنا بختار أنه يبقى الآي بي والرقم اللي بعد الآي بي مباشرة الحماية ضد الأجسام الصلبة بيبقى ستة فابتعال نشوف الحماية ضد الأجسام السائلة يا باش مهندس لو كان سفر يبقى ما فيش حماية لو كان واحد يبقى حماية تمام؟ المحرك ده بيتحمل نقاط المياه اللي بتسقط عليه رأسيا هنبدأ نشوف الكلام ده في جراف رأسيا بس يتحملها طب لو كانت اتنين والله يتحمل نقاط الماء التي تسقط رأسيا أو ميلة بزاوية على الرأس طبعا مقدرها 15 درجة لأنه لو أنا زودت الميل في الحالة الأولينية كان ممكن والمية تضغط تمام؟ بزاوية ميل كان ممكن تدخل فيه المحرك هو بيحفظها رقم واحد بيحفظها رأسيا فقط أما اتنين هو بيقدر يحمي المحرك من نقاط المياه الرأسية واللي ميلة ب15 درجة رقم ثلاثة وبيحميها من التساقط الرأسي أو المياه الرأسية ومن الميلة ب60 درجة طب أربعة يتحمل نقاط الماء التي ترش عليه من إيه؟ من جميع الاتجاهات أو من أي اتجاه طب لو المحرك محمي ضد التضفق الجبري للمياه يبقى أنت أربعة فيه مية بتحط بالجسم بس ما فيش تضفق جبري أنا مش بضغط على المية لا خمسة فيه تضفق جبري أو أنا بضغط على المية يبقى أنا باخد البروتكشن رقم خمسة لو محمي ضد تضفق الجبري لقوى المياه في جميع الاتجاهات يبقى أنا لو زودت الضغط في جميع الاتجاهات يبقى البروتكشن بتاعي ستة طيب لو أنا غمرت لو غمرت المحرك ده في الماء عند ضغط بس الضغط ده مش كبير أو ضغط محدود يبقى أنا أقدر أقول البروتكشن ده وصل رقم سبعة لو وصل رقم تمانية يتحمل الغمر في الماء تمام؟ تحت ضغط حتى ضغط محدد يحدده من الصانع بس بيبقى ده ضغط كبير بيخضع لكونديشنز يبقى أنا دلوقتي بشوف تأثير المية يأما ما فيش حماية زيره يأما المحرك فيه نقاط مية تسقط رأسيا عليه يبقى واحد أو بتسقط رأسيا وميلة بخمستاشر درجة يبقى تنين تسقط رأسيا وميلة بستين درجة يبقى ثلاثة أو المحرك بيرش عليه المية من كل الاتجاهات يبقى اربعة لو المحرك محطوط جوه المية وموجود فيه تدفق جبري أو شوية ضغط تمام؟ يبقى خمسة لو الضغط ده زاد في جميع الاتجاهات يبقى ستة لو مغمور كاملا تحت ضغط محدد يبقى سبعة لو مغمور كاملا تحت ضغط عال شوية يحدد من قبل الصانع يبقى تمانين تعالى ببساطة كده ناخد مثال يا باش مهندس لو أنا عندي اي بي سبعة وستين ناس كتير جدا نقولك الاي بي بتاع لوحة الكهرباء سبعة وستين مثلا يبقى ده معناه الاي بي تمام اللي هو الحماية ضد دخول الأجسام الصلبة يبقى ستة معناه انه هو هيحمي حماية كاملة ضد دخول الغبار او الاتربة تماما طب سبعة هنا معناها ايه ان الديفايس ده بيتحمل الغمر في الماء حتى لو مغمور في الماء تحت ضغط فهو ايه فهو محمي يعني انا مثلا اروح الاقي كشاف محطوط في الارض الكشاف ده معرض انه تنزل عليه مياه معرض انه هو حد يضغط عليه برجله معرض انه هو موجود في الاتربة فانا اجيب الاي بي بتاعه تمام اي بي سبعة وستين ممكن يبقى في بعض حمامات السباحة انا عايز حاجة بتتحمل الغمر الكامل في الماء تمام عند ضغط معين يبقى انا اجيب الاي بي بتاع الكشاف اي بي تمانية وستين طبعا زي ما احنا شفنا نفس الكلام اللي فات فبيقولي الانجريس بروتيكشن تمام الريتنج ريد الشبكة اللي احنا ايه شرحناها من شوية اهو مثال تاني اللي انا عندي اي بي خمسة وستين يا شباب اهو يبقى الستة الاولانية معناها انه هو محمي ضد التراب والاتربة حماية كاملة خمسة زي ما قولنا كده اهو خمسة هنا محمي ضد التدفق الجابري للمياه بروتيكتست اجينست جيت اوف ووتر تمام ديورنج طبعا في ناس بتحددها بي المينتس يعني هو عدد تعرضه لضغط لمدة كام دقيقة تمام يبقى ده معنى اي بي خمسة وستين ودي جدول تاني الجدول ده مهم يا شباب اتكلمنا عنه بالتفصيل درجة حماية الدخول او الانجريس بروتيكشن في رقمين الرقم الاول الحماية ضد الاجسام الصلبة بيبقى من سفر الستة تمام او في ناس بتسميه السولد او بيسموه الدست التراب الرقم التاني الحماية ضد الاجسام السائلة او ضد المستشر او ضد المية تمام في رقم تالت بيبقى خاص بالفايبريشن في ناس كتير جدا ما بتكتبش الجزء الخاص بالاهتزاز او الفايبريشن بيكتب او بيكتفي برقمين بس في الانجريس بروتيكشن طبعا هنا بالتفصيل بالارقام هو الارقام اللي احنا خدناها اللي هي خمسين في ناس بتقول فيه عندي هنا اتناشر او اتناشر ونص في بعض الستاندرد الديامتر بيبقى اتناشر ونص وفيه بعد كده عندي اتنين ونص واحد ميلي بقى فيه خمسين واثناشر او اتناشر ونص واثنين ونص ومين ويه واحد ميلي والحماية بعد كده ضد الاتربة والحماية الكاملة ضد التراب ده في حالة السولد ده طبعا في حالة الووتر لحد اه تمانية طبعا فيه ناس بتقول فيه عندي الاي بي تسعة كيه ده بيبقى محطوط تحت ضغط من تمانين لمية بار وبيبقى تمام درجة الحرارة تمانين درجة سليزيس بيبقى محطوط كمان لمدة معينة يبقى ده ايه التسعة كيه طبعا الحروف فيه بعض الانديكس بروتيكشن بيبقى كتوب عليها بعض الحروف زي الاي والبي والسي والدي تمام انا سيب الحالات بتاعة الحروف اهي مكتوبة قدامنا يعني مثلا الايه معناها الباك اوف هيد البي معناها الفينجر والتول دايمتر مش عارف يساوي اتنين ونص ميلي الحالات دي بتبقى حالات اه يعني اه مش منتشرة جدا هو المنتشر او المعروف او اللي موجود على معظم الاجهزة اللي هو الرقمين بس واحد خاص بيه الليكود واحد خاص بيه السولد طبعا الرقم الاولاني بيبقى السولد باديز او الاجسام الصلبة الرقم التاني بيبقى خاص بالليكود زي ما قلنا تاني اهو في حالة الفيرست ديجيت بيبقى في حالة السولد انا في عندي ست حالات الحالة الاولانية اللي هي الزيرو الحالة الاولانية بروتيكشن اجينست السولد بادي لارجست زان كام الخمسين ميلي حفظنا خلاص خمسين اتنين معناها لارجست زان اتنشر ميلي تلاتة معناها اتنين ونص اربعة معناها الاجسام الاكبر من واحد ميلي الدياجرام اللي مرسوم ده شباب معناه اني انا لو انا عندي هنا فيه فتحات الجسم الاحمر ده تمام لو الجسم ده اكبر من خمسين ميلي القطر بتاعه مش هيدخل من جوه الفتحة فهو بالتالي الديفايس ده محمي ضد الاجسام الاكبر من خمسين ميلي طيب في الحالة رقم اربعة يبقى الجسم ده محمي ضد الاجسام الاكبر من واحد ميلي شايف الفتحات اللي هي موجودة ده ادي الجسم الاحمر هنا وفيه فتحات فيه جسم الديفايس تمام جسم الديفايس هنا شايف الفتحة دي هنا واسعة هنا بدأت تصغر تمام بعد كده وصل لحد واحد ميلي بعد الواحد ميلي اللي هو الخمسة والستة ده الممنوع ضد التراب بس فيه بعض زرات التراب داخلة هي زي ما حاك شايف في الصورة اما هنا ستة complete protection against the dust حماية كاملة ضد التراب ولذلك انت المفروض لما بتكون بتحط اجهزة كهربية موجودة داخل المبنى بيبقى اي بي ستة رقم ستة دي معناها complete protection against the dust مهم جدا يا بش مهندس الجهاز محمي حماية كاملة ضد الاتربة طيب يا بش مهندس انا فيه عند الرقم التاني الخاص بالليكود احنا قلنا في الليكود بشوف هل السائل ده بيسقط رقسيا ولا بيسقط رقسي ومايل ومايل بزاوية خمستاشر في الحالة اللي هي اتنين او مايل بزاوية ستين في الحالة تلاتة او في الحالة اللي اربعة موجود في كل الديريكشنز اهي protection against السبري او الووتر رزاز او السبري بتاع الووتر رزاز المية دي طبعا هنا مفيش ضغط اما خمسة protection against the jet of water from all direction انا هنا برش مية تحت ضغط البروتيكشن اجينست jet of water تمام ال 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 انا بيقول لي طبعا similar force two heavy seizes ان ده في ضغط زي البحار ال 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 او او الضغط او الغمر الامرجن. تمام الامرجن. اللي هو الامرجن ده اللي هو الغمر الكامل ليه الجسم السبعة. الغمر الكامل هنا شايف هنا مغمور وفي جزء من الضغط. اما هنا الجسم ده مغمور. في جزء كبير جدا فوقيه تمام من المياه. فبالتالي هو امرجن تمام اندر بريشر مغمور تحت المياه. وبالتالي احنا عرفنا ال-IB وزي ما قلنا يا شباب ال-IB اللي بيفسره او بيعرفه ال-IEC standard 60529 بعد كده هننتقل بازن الله الى حاجة مهمة جدا اللي هي ال-I-K code اللي هو ال-impact protection وزي ما قلنا في تعريفه فوق التأثير الميكانيك وده بتم ازاي قدي ال-IB القيم بتاعته يا شباب هنا في عندي IB 00 ده معناه ال-impact energy بالجول هنا impact energy بالجول سفر ال-hammer اللي هي المطرقة اللي احنا هنعمل بيها الاختبار ده يا شباب والكتلة بتاعتها بالكيلو جرام ال-Heavy او ال-Height of Hammer Elevation ارتفاع ال-hammer دي اللي احنا هنعمل بيها الاختبار بالصنطي يبقى انا في عندي هنا ال-I-K لو كان عندي I-K اهو 000-01 الى 09 وبعد كده في عندي I-K 10-I-K 10 يبقى في عندي ال-I-K من 0 لحد 10 يا شباب من 0 ل10 لو انا من 0 ل10 هنا هشوفي ال-impact energy شايف واخد بالك ال-impact energy 0-15 من 100 طبعا الارقام دي standard 20 من 100 او اتنين من 10 خمسة وتلاتين من 100 نص سبعة من 10 واحد اتنين خمسة عشر عشرين ده ال-impact energy بالجول طب ال-hammer mass اللي احنا بنشتغل عليها الكتلة بتاعتها اتنين من 10 تمام لحد القيناة بتاعت السبعة من 10 جول بعد كده بتبقى نص في الحالتين واحد واتنين واحد وسبعة من 10 كيلو جرام في الحالة الخمسة في الحالة العشرة والعشرين تمام جول بنستخدم همر كتلتها خمسة كيلو جرام طب ارتفاع ال-hammer دي بيبقى موجود ازاي في الحالة الاولية سبعة ونص سنطي عشرة سنطي سبعتاشر ونص سنطي تمام خمسة وعشرين خمسة وتلاتين عشرين سنطي تمام في الحالتين دول اللي عشرين سنطي والاربعين سنطي في الحالة الخمسة باستخدم تسعة وعشرين ونص سنطي في الحالة اللي هي اي كي تسعة وعشرة باستخدم في تسعة همر الهايت بتاعها عشرين سنطي وفي الحالة اي كي عشرة باستخدم الهمر اربعين سنطي واحد يقول لنا مش متخيل اصلا القيم دي اه انا عرفت اي كي من زيرو العشرة زي الفل ودي بتأثر او بشوف امباكت انرجي بالجول مقدارها كزا وكتلة الهمر اللي انا بخبط بيها او بعمل بيها التست وارتفاعها كام مش متخيل الجوزئية دي انا جبتلك حاجة بسيطة جدا يا باش مهندس ادي الاي كي في عندي تيبل هنا ادي الاي كي زيرو زيرو يبقى الانرجي بزيرو ادي الاي كي زيرو لو حضرتك فاكر من التيبل ارتفاع الجزء ده تمام خمسة وسبعين ميلي اللي هي سبعة ونص سنطي والقيمة بالجول مقدارها تمام خمستاشر من مية جول ودي الجسم اللي انا بعمله اختباري با هنا لو انت شايف هنا كده ادي الجسم ودي ارتفاع الهمر المطرقة من ناحية الاليفيشن ودي كتلة المطرقة هنا اتنين من عشرة كيلو جرام اتنين من عشرة كيلو جرام اتنين من عشرة كيلو جرام في الحالات الاربعة الاولانية اتنين من عشرة كيلو جرام قيمة الجول الخاص بيها مثلا ناخد اي كي زيرو اربعة معناها يا باش مهندس اي كي زيرو اربعة معناها ان الهمر دي الكتلة الخاصة بيها اتنين من عشرة كيلو جرام والاليفيشن بتاعها اتنين ونص سنطي تمام الخمسة وعشرين سنطي تمام اللي هي امتنه خمسين ميلي خمسة وعشرين سنطي على ارتفاع خمسة وعشرين سنطي بي همر مقدرها اتنين من عشرة كيلو جرام بعمل تست على هزا الجسم بيطلع لي الاي كي قيمة الجول قيمة الجول هنا يا شباب بنص جول نفس القصة في الاي بي من خمسة الى عشرة هنا تحت خلي بالك اي بي تسعة الهمر دي قيمتها خمسة كيلو جرام الاليفيشن عشرين سنطي تمام الاي كي زيرو تسعة بتطلع لي عشرة جول الامباكت انيرجي وكده احنا اتعرفنا على الاي بي والاي كي الخاصة بالاندكس بروتيكشن والاي كي بروتيكشن او العنوان الرئيسي اللي بنسميه دي جريز اوف بروتيكشن وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات قادمة ان شاء الله خاصة بالباور سيستيم ديستريبيوشن والكهرباء بصفة عامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته